موسيقى مديران المخابرات الامريكية والاسرائيلية يبحثان في قطر بحضور رئيس المخابرات المصرية اتفاقا بشأن رهائن غزة نواب امريكيون يطالبون باختيار قيادة جديدة في اسرائيل بسبب سوء ادارة الحرب في غزة زير الدفاع الامريكي يؤكد لنظيره الاسرائيلي التزام واشنطن بانهاء التوتر على الحدود الاسرائيلية اللبنانية دبلوماسيا اهلا بكم الى هذه نشرة الاخبارية الجديدة من قناة الحدث قال مصدران مطلعان لرويترز ان مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية ويليام بيرلز ونظيره الاسرائيلي سيلتقيان مسؤولين قطريين في الايام المقبلة لاجراء محادثات بشأن اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن الاسرائيليين في غزة وقال مسؤول لرويترز ان بيرلز ومدير الجهاز المخابرات الاسرائيلية سيلتقيان وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في اوروبا مطلع الاسبوع المقبل لبحث الملف فيما اكد مصدران الثاني ان رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيشارك في المحادثات ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على انباء المحادثات التي كانت صحيفة واشنطن بوست اول من كشف عنها نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين امريكيين ان الولايات المتحدة فتحت قناة مع اسرائيل لبحث مخاوف واشنطن بشأن حوادث في غزة قتل او قتل فيها مدنيون واصيبوا في عمليات للجيش الاسرائيلي وكذلك استهداف منشآت مدنية واضافت انه تم فتح القناة بعد اجتماع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين مع حكومة الحرب الاسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر حيث عبر بلينكين خلال الاجتماع عن قلقه بشأن التقارير المستمرة عن ضربات اسرائيلية تسفر اما عن اصابة مواقع تابع لمنظمات انسانية او ضرب عدد كبير من المدنيين طلب عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الامريكي باختيار قيادة جديدة في اسرائيل بسبب سوء دارة الحرب على قطاع غزة بعد هجوم السابع من اكتوبر تصريحات عدد من النواب اوضحت مدى تآكل ثقة الديمقراطيين في رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين ناتنياهو السيناتور دي بيز تابيوم اشارت الى انها تطلع الى الوقت الذي يغادر فيه ناتنياهو الحكومة مضيفة ان قيادته ليست مطلوبة الان فيما قال السيناتور بيرني ساندرس ان ناتنياهو شكل حكومة يمينية متطرفة للبقاء في السلطة مشددا على ان ما يفعله في غزة غير انساني من جانبها اكد السيناتور تيم كين ان ناتنياهو جعل اسرائيل اقل امنا من خلال التجاهل القضية الفلسطينية وتأخير وقتل فكرة حل الدولتين وقال السيناتور كريس فان هولين ان ناتنياهو يضع طموحاته الشخصية فوق مصالح اسرائيل وامريكا اعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل عشرين شخصا واصابة مائة وخمسين اخرين كانوا ينتظرون مساعدات بقصف اسرائيلي بجانب دوار الكويت في رفح جنوب قطاع غزة مضيفة ان عدد القتل مرشح للزيادة نظرا لوجود عشرات الاصابات الخطيرة التي وصلت الى مجمع الشفاء الطبي الذي بات يفتقر الامكانيات الطبية قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ان وفدا سيحطر جلسة محكمة العدل الدولية اليوم للنطق بحكمها بخصوص الطلب المقدم من جنوب افريقيا لفرض اجراءات احترازية في اطار دعواها التي رفعتها على اسرائيل بتهمة الابادة الجماعية وذكرت الوزارة في بيان ان الجانب الفلسطيني يقدر مسارعة المحكمة في اصدار قرارها خلال اسبوعين من تقدم جنوب افريقيا بالطلب معتبرة انه يعكس ادراك المحكمة للطبيعة القاهرة التي تحكم الوضع على ارض الواقع هذا وتصدر العدل الدولي اليوم قرارها بشأن طلبات التدابير المؤقتة في قضية الابادة الجماعية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل بتهمة انتهاك الاخيرة اتفاقية الامم المتحدة خلال حربها على غزة ذكرت وزارة الدفاع الامريكية ان الوزير لويد اوست خلال اتصال هاتفين مع نظير الاسرائيلي اوف غالنت التزام الولايات المتحدة بوضع حد للتوتر على الحدود الاسرائيلية مع لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية وتجنب التصعيد في المنطقة ضفت الوزارة بموقعها الالكتروني ان اوستن اكد خلال حديثه مع غالنت اهمية ضمان توصيل المساعدات الانسانية الى غزة دون انقطع كما عبر عن التزام امريكا بالعمل على منع اي تصعيد اقليمي اعلن حزب الله اللبناني انه استهدف ثلاث مواقع اسرائيلية قرب الحدود اللبنانية بالاسلحة الصاروخية والطيران المسير وقال الحزب في بيان له ان مقاتليه استهدف موقع الرادار في مزارع شبع اللبنانية بالاسلحة الصاروخية كما قاموا بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على حد مواقع الدفاع الجوي الاسرائيلي قرب مستوطنة كافربلوم واضف البيان انه تم استهدف موقع جل العلم بالاسلحة الصاروخية وان الهجمات الثلاثة حققت اصابات مباشرة اكد مسؤول امريكي ان واشنطن حذرت ايران عبر دوائر خاصة من تهديد ارهابي داخل حدودها قبل الهجوم الذي وقع في مدينة كرامان بداية الشهر الحالي واضاف المسؤول الامريكي ان التحذير من الهجوم كان اعتياديا لكن المحللين قالوا انه يعكس مسعا امريكيا لبناء الثقة مع ايران من جانبه قال جون ألترمان مدير برنامج الشرق الاوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ان التحذير قد يمثل رغبة امريكية اوسع في السعي الى الحوار مع ايران رغم هجمات التي شنها وكلاء ايران في الاوين الاخير على المصالح الامريكية والاسرائيلية والغربية رغم الضربات التي تلقاها والعقبات التي تعرض لها اكد زعيم الحوثيين ان ميليشياته ستواصل عملياته في البحر الاحمر ويستهذف الحوثيون سفنا بمنطقة البحر الاحمر وباب المندب نادى لتعطيل حركة الشحن العالمية وثرت قلقا من حدوث تضخم على مستوى العالم فيما اكد الامين العام للمنظمة البحرية الدولية دعم المنظمة لحرية الملاحة في البحر الاحمر واشار الى ان الاوضاع الراهنة في البحر الاحمر تفرض العديد من التحديات على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري فضلا عن تأثيراتها السلبية على قناة السويس والموانئ الموجودة في المنطقة واكد ان الملاحة بقناة السويس مازالت مفتوحة امام الجميع لا سيما في ظل التحديات اللوجستية والامنية التي تواجهها السفن التي تلجأ للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح اعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف قاعدة عين الاسد وقاعدة اخرى قرب مطار اربيل في اقليم كردستان بشمال العراق بالطيران المسير من ناحية اخرى قالت الشبكة الاعلامية ان حقل كورمور للغازي بمحافظة سليمانية في اقليم كردستان تعرض لهجوم بالصواريخ الشبكة نقلت عن مصدر بالحق لقوله ان احدا لم يصب بالاذى جراء هذا الهجوم لكنه تسبب في اندلاع النيران بمستودع لتخزين الوقود موسيقى قالت القيادة المركزية الامريكية ان الولايات المتحدة عززت شركتها مع العراق لمدة عشر سنوات بشأن المسائل الامنية من خلال اللجنة العسكرية العليا وقالت في تغريدة على تويتر ان الالتزام الامريكي يعتمد على الاجتماعات التي ركزت على موصلة مهمة هزيمة داعش والانتقال الى علاقة امنية ثنائية اجريت في اغسطس العام الماضي واكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني على قدرة القوات المسلحة العراقية على الاطلاع الكامل بمهام حفظ الامن والاستقرار وصد التهديدات وقال ان الوقت قد حان الانتقال الى العلاقات الثنائية مع جميع دول التحالف الدولي قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي ان الجيش على اتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف الدولي وتولي زمام الملف الامنية في البلاد بالكامل واشار العباسي في تغريدة على منصة اكس الى ان اللجنة العسكرية العليا العراقية الامريكية ستستأنف في الايام المقبلة وتستأنف حوارها مع دول التحالف لبناء علاقات تعاون مشتركة في مختلف المجالات وتابع ان القوات العراقية على اتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف واستلام الملف الامني في العراق خاصة بعد تعاملها مع التهديدات الامنية في السنوات الاخيرة النشر انتهت الآن نترككم مع المقابلة التي اجرتها الزميلة رند أبو العزم مع وزير الخارجية النرويجي بن بورث ايدي في القاهرة نتابع شكرا لكم وإلى اللقاء مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مقابلة خاصة يسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم معالي وزير خارجية النرويج سبين بورك ايدا بنرحب بحريتك معنا طبعا في قناتي العربية والحدث مرحبا يا ساكرتري معالي الوزير مؤخرا في دافوز كان لك تصريح بأن النرويج بتعمل مع عدد من الحلفاء من الدول الأوروبية والدول العربية المعنية والولايات المتحدة تعملون على مفهوم حكومة فلسطينية موحدة يمكن أن تجذب أموال إعادة الإعمار هل لك أن تعطينا مزيد من التفاصيل عن هذه الخطة؟ بداية أصل هذا الجهد هو مبادرة صدرت عن وزراء الخارجية العرب وأنا أؤيدها بشدة وهي محاولة تطوير حل شامل للمأساة العميقة التي نشهدها الآن في غزة ونشهدها أيضا في الضفة الغربية بحيث يمكننا الجمع بين العمل من أجل وقف إطلاق النار وزيادة الجهود الإنسانية في المدى القصير جنبا إلى جنب مع عملية طويلة الأجل تهدف لإقامة دولة فلسطينية مرتبطة بالسلام الإقليمي والسلام الإقليمي يعني التطبيع مع الدول العربية التي لم تقم بتطبيع العلاقات بعد مع إسرائيل إذن هذا هو الإطار الأوسع وفي داخل هذا الإطار من المهم أن ندعم سلطة فلسطينية ومؤسساتها التي تتولى المسؤولية حاليا في رمالة وفي أجزاء من الضفة الغربية لكن نفوذهم محدود في غزة وإذا أردنا أن تكون لدينا دولة فلسطينية موحدة تديرها السلطة الفلسطينية فنحن بحاجة أيضا إلى التأكد من أنها تمتلك الموارد والمال والكفاءة والشعب لحكم الأرض بأكملها لذا فإن هذا العمل هو جزء من مفهوم أكبر لحل الدولتين والسلام الإقليمي إلى أين وصلتم في هذه المباحثات؟ إنها ليست خطة مطروحة على الطاولة بعد فهناك أطراف في تلك الخطة لم تشارك بعد مشاركة كاملة لكننا نجري محادثة جيدة مع السلطة الفلسطينية وكأصدقاء حميمين للسلطة الفلسطينية نقول لهم إننا نريد مساعدتهم لكنهم بحاجة أيضا إلى مساعدة أنفسهم عن طريق الاستعداد لدور أوسع في سياق حل الدولتين ففي وسط هذه المأساة الرهيبة حيث الكثير من المعاناة الإنسانية والوضع الكارثي في غزة ووسط أوقات مقلقة للغاية في الضفة الغربية هناك أيضا فرصة والفرصة هي أن يستيقظ العالم على حقيقة أنه لا يوجد سوى مخرج واحد على المدى الطويل وهو احترام حق شعب الفلسطيني في أن يقيم دولته وأن تتم إقامة تلك الدولة والاعتراف بها وأن تكون لذين ضمانات أمنية متبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين كجزء لا يتجزأ من السياق الإقليمي الأوسع هذا هو الحل الوحيد هل يمكن توضيح دور السلطة الفلسطينية في غزة؟ نريد أن نرى وضعا تكون فيه سلطة فلسطينية واحدة ممثلة في غزة التي سيعد إعمارها في المستقبل وكذلك في الضفة الغربية وهذا يتطلب الكثير من العمل بالطبع مع الجانب الإسرائيلي لحملهم على قبول ذلك ولكن أيضا لتعزيز وتشجيع وإنشاء إدارة فلسطينية أكثر فعالية حتى يتمكن يوما ما من تولي المسؤولية أيضا في غزة ما هو دور النرويج في المحادثات حول السلطة الفلسطينية الموحدة؟ أود أن أقول أولا أننا في النرويج معنيون بصنع حكوماتنا فقط وليس من وظيفتنا أن نخبر الآخرين كيف ومن الذين يجب أن يديروا بلادهم لذا أقول بوضوح أن هذا شأن فلسطيني ولتطبيق حال الدولتين لا يمكننا فقط الاعتراف بالدولة الفلسطينية النظرية نحن بحاجة إلى الدولة الفلسطينية الحقيقية والتي تحتاجك غيرها من الدول الأخرى إلى حكم فعال يجب أن يكون لديهم موارد ويجب أن يكون لديهم سلطة حقيقية في جميع أنحاء الإقليم ولقد تم تقويد ذلك من قبل كل من إسرائيل والمستوطنين ولكن أيضا بسبب الانقسام على الجانب الفلسطيني لذلك علينا أن نتغلب على هذا الانقسام الداخلي من أجل الحصول على سلطة فلسطينية ذات مصداقية يمكنها في المستقبل العمل مع إسرائيل كدولة نحتاج إلى وقف الحرب ولكن وقف الحرب هو مجرد خطوة واحدة نحن بحاجة إلى إصال دعم إنساني هائل إلى الناس في غزة الذين أصبحوا جميعا مشردين لقد انتقل الجميع من في الشمال إلى الإقامة في خان يونس أو رفح وحتى الناس في خان يونس أو رفح يتنقلون من مكان لآخر ولقد قنت أستمع للتو إلى أشخاص كانوا هناك وخرجوا قبل بضعة أيام يقولون إنه حقا جحيم على الأرض لذلك هناك حاجة إلى جهد إنساني ولكن الحل لا يكمن في وقف إطلاق النار ولا الجهد الإنساني إنه شرط أساسي للحل لكن الحل لا يجب أن يكون سياسيا النرويج ترقصت على مدى ثلاثة عقود لجنة المنحين AHLC بتنظر إسرائيل الآن في أحد المقترحات في ملف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية واقتراح بنقل حصة قطاع غزة إلى النرويج كواديعة يتم الاحتفاظ بها لصالح القطاع في وقت لاحق هل تم التشاور معكم في هذا الأمر؟ أستطيع أن أقول إننا قدمنا أنفسنا كمحطة وسطة إذا جز التعبير لأن في عالم مثالي يتم تحويل الأموال من إسرائيل مباشرة إلى السلطة الفلسطينية لأن هذه الأموال تخص الفلسطينيين لإسرائيل ولكن بسبب طبيعة هذا النظام برمته وبالنظر إلى طبيعة الضفة الغربية على وجه الخصوص يتم تحصيل بعض الضرائب والرسوم من قبل إسرائيل ومن ثم يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية وهذا ما كان يحدث والآن تم منع ذلك من قبل وزير المالية في إسرائيل سموتريتش ونحن نعمل مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمريكيين للبحث عن طريقة يمكننا من خلالها المساعدة في توجيه هذه الأموال بحيث تصل إلى حيث تنتمي ولكن بطريقة مختلفة وهذا ما يمكنني قوله إننا قريبون من الحل لم يتم الانتهاء من ذلك بالكامل بعد ولكن هناك تعاون إيجابي في هذا الأمر من خلال الأطراف المعنية النرويج عملت كميسر أو كوسيد بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وهذا أدى إلى اتفاقيات أسلو عام 1993 منذ ذلك الحين وصلت النرويج لعب دور لإحياء القنوات الدبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين هل يمكن تحديد جهود النرويج الحالية كوسيد بين إسرائيل والفلسطينيين؟ هناك العديد من البلدان المشاركة في هذا وكما تعلمون لديكم مبادرة الوزراء العرب والتي أؤيدها بشدة لديك مشاركة متزايدة من الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية التي تنتقد بشكل متزايد الطريقة التي تدير بها إسرائيل حربها في غزة الأوروبيون يحاولون التنصيق ونحن نتحدث إلى كل هؤلاء لذلك لا يزال لدينا دور في هذا ولكن لا توجد جهود وساطة حالية كما كانت في عام 1993 هذا لا يحدث الآن نحن نبني على المؤسسات الموجودة لدينا بالفعل أنا لا أعتقد أن السلام القادم سيصنع بالضرورة في النرويج سأكون سعيدا برؤيته يصنع هنا في هذه المنطقة لكن أنا نود أن نكون مفيدين لأن لدينا هذا الدور من خلال رئاستنا لللجنة الاتصال المخصصة بعد أكثر من مائة يوم في الحرب وتفاقم الأزمة الحالية في غزة وإسرائيل لم تحقق أي من أهدافها حتى هذه اللحظة كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يمارس ضغوط أكثر على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب ولا أتحدث عن هدنة مؤقتة ولكن الوصول إلى اتفاق كامل لإيقاف إطلاق النيران مع الأخذ في الاعتبار تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا بأن الحرب أو المرحلة الثالثة للحرب في غزة قد تستغرق أكثر من 16 أنا متفق مع تقييمك بأن الأهداف العسكرية لم تتحقق وأن الأهداف المعلنة لإسرائيل هي القضاء على حماس وإطلاق صراح السجناء على حد علمنا فإن حوالي 70% من تلك القوى القتالية لا تزال قادرة على القتال ولا يزال هناك قتال مستمر بينما تم إطلاق صراح السجناء فقط عندما كانت هناك هدنة مؤقتة حيث تم إطلاق صراح نصفهم تقريبا بفضل وساطة قطر وكثير مننا لعب دورا في ذلك أيضا بعد ذلك رأينا أنه تم إطلاق صراح واحد فقط من خلال العمل العسكري وقتل الإسرائيليون ثلاثة من سجنائهم بقيت الرهاء ما زالوا محتجزين وربما يكون بعضهم قد مات لذلك فلم يكن هناك عمل عسكري ناجح بشكل خاص على أي من الصعيدين ما كان فعالا للغاية وبشكل مأسوي هو تدمير غزة نحن نتحدث الآن عن 25 ألف قتيل بسبب الحرب لكن الكثير يموتون لأسباب أخرى كانتشار الأمراض ونقص الخدمات الأساسية حتى الأشخاص المصابون بالسرطان لا يستطيعون الحصول على العلاج المعتاد كما تعلمون لم يتم تنفيذ القرار الأخير للجمعية العامة والذي صوتت لصالحه 153 دولة بما فيها النرويج ولم يتم تطبيق هذا القرار لذلك نحن الآن بحاجة إلى عرض هذا على مجلس الأمن لقد أصيب مجلس الأمن بالشلل تقريبا لعدة أشهر ولكنه الآن يتحرك وأعتقد أنه من المثير للاهتمام مشاهدة العلاقة بين أمريكا وإسرائيل لأن أمريكا كما نعلم كانت الدعم الرئيسي لإسرائيل ولكن انتقاد سلوك حكومة نتنياهو يتزايد أيضا على أعلى المستويات وهذا يساعد مع تسعيد الاضطرابات والحرب في المنطقة اجتمعت مؤخرا في دافوس بوزير خارجية إيران ما هي نتائج هذا الاجتماع؟ لقد التقيت في سويسرا بجميع وزراء الخارجية بما في ذلك إيران ولكن لقاء المسؤولين يختلف عن التوصل لاتفاقات معهم ولكننا نؤمن بالإبقاء على جميع القنوات مفتوحة بالطبع اللقاء مع الإيرانيين كان مرتبطا إلى حد كبير بخطر انتشار الصراع في المنطقة نحن قلقون بشأن ما يحدث في اليمن من هجمات الحثيين على السفن في البحر الأحمر والتي يزعمون أنها ضد المصالح الإسرائيلية ولكن في الواقع تعرضت سفن من العديد من البلدان والتي لم تكن متجهة إلى إسرائيل ولم تكن مملوكة لإسرائيليين للهجمات بالإضافة إلى تلك التي تنقل البضائع إلى إسرائيل لذلك نحن واضحون جدا وبشكل مباشر مع الحثيين ومع إيران الذين يعرفون الحثيين جيدا أن هذا يجب أن يتوقف لكننا أكدنا أيضا لكل من نلتقي به أن المشكلة الأساسية في الشرق الأوسط هي عدم وجود دولة فلسطينية فطالما أننا لم نحل المشكلة الأساسية الجوهرية سنستمر في رؤية خطر انتشار الصراع إلى البحر الأحمر أو إلى تورط حزب الله في لبنان أو حتى ما رأيناه مؤخرا في سوريا والعراق وباكستان النرويج واحدة من الدول التي انضمت إلى العملية التي تقودها الولايات المتحدة حارس الإزدهار في البحر الأحمر جهد عسكري في البحر الأحمر وخليج عدن ضد هجمات الحوثيين على الملاحة يعني إلى أي مدى ستستمر هذه العملية وإلى أي مدى نجحت حتى الآن في تحقيق أو الوصول إلى استعادة الأمن البحري عملية حارس الإزدهار التي نسهم فيها عملية بحرية وموجهة للدفاع عن السفن في البحر لذلك هي ليست من يهاجم قواعد الحوثيين ولكنها تدافع عن حركة السفن الفعلية بمعنى أنها تقوم بإسقاط المسيرات أو الصواريخ الموجهة ضد هذه السفن لذلك أعتقد أن هذه عملية هامة للغاية من أجل دعم التدافق الطبيعي لحركة النقل البحري وهذا بالمناسبة مهم جدا لمصر لأن الدخول لقناة السويس يحتم ضرورة المرور عبر البحر الأحمر إذ لا يوجد طريق آخر لذلك هذا مهم حقا للتجارة العالمية وكما تعلمون فإن تحويل جميع السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح مكلف للغاية وغير مفيد للجميع لذلك نحن بحاجة إلى إجراء هذه العملية مرة أخرى هذا عارض جانبي للمرض الحقيقي لذا بالفعل نحن بحاجة إلى التعامل معها في البحر الأحمر لكننا نحتاج أيضا إلى التعامل مع الأسباب الجذرية لكل هذا أنرويك تعتقد أن إسرائيل ربما لم تحترم القانون الدولي بالكامل تواجه إسرائيل الآن قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية كيف يمكن لهذا تغيير مصار الحرب في غزة؟ عندما يحل منتصف نهار الجمعة سيخرج أول بيان من محكمة العدل الدولية وهذا أمر ينبغي أن نتابعه جميعا عن كثب لن يكون قرارا نهائيا لن يعلنوا أن الإبادة الجماعية قد حدثت أو لم تحدث وأنا أعتقد أنها لم تحدث لكنه سيعطي بعض الاستنتاجات الأولية أعتقد أن العالم بحاجة إلى الاستماع بعناية إلى ما تقوله المحكمة يجب أن تؤخذ هذه المحكمة بعين الاعتبار لأنها أعلى محكمة في منظومة الأمم المتحدة وسنركز كثيرا على استنتاجاتهم الأولية التي ستعلن الجمعة لكنني أعتقد أنه من المناسب الانتظار لنرى ما سيقولونه بالفعل وما أقوله الآن هو أنه يتعين علينا بوصفنا المجتمع الدولي إذا كنا نؤمن بحكم القانون وبالنظام الدولي يتعين علينا أن نؤمن بأهمية المحكمة الدولية في لاهاي نحن نؤمن بأهمية المحكمة الدولية في ديهاي سيد سكرتري، أريد أن أشكركم كثيرا على هذه المتابعة ولكن سأجب أن أفعل ذلك في أربيك معالي وزير خارجية النورويج اسبن بارت أيضا شكرا على هذه المقابلة وشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة